التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح كافة المحتجزين وخلال كلمته في مؤتمر لاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة أكد الرئيس السيسي ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف البناء التحتية أو موظفي الأمم المتحدة أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع وقال الرئيس السيسي إن الحلول العسكرية والأمنية لن تحمل إلى منطقتنا إلا المزيد من الاضطراب والدماء وأكد الرئيس السيسي أن السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار والتعايش في المنطقة يكمن في علاج جذور الصراع من خلال حل الدولتين أعلنت مصر وقطر عن تسلمهما ردا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وأكد بيان للخارجية أن جهود وساطة مصر وقطر المشتركة مع الولايات المتحدة مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق حيث سيقوم الوسطة بدرسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدرس الرد الرسمي لحركة حماس على مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن واشنطن تلقت الرد الذي سلمته حماس لمصر وقطر ويتم دراسته حاليا تواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم المئتين وخمسين على التوالي تزمنا مع تواصل قصف واستهداف للمنازل المأهولة وارتكاب مجازر جديدة وشنت قوات الاحتلال غارات وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة وسط تواغل محدود لقوات الاحتلال شرقي حي الزيتون كما استهدفت قوات الاحتلال منازل مأهولة في مدينتي غزة ورفح أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من بينهم أطفال ونساء كما استهدفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات للاجئين واستقطع غزة وأطلقت الآليات العسكرية النار جنوب شرق مخيم المغازي وسط القطاع أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 12 شهيدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في أقل من 48 ساعة هذا وقد اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات في طول كرم ونابلس وأتقى العشرات الفلسطينيين أعلن حزب الله اللبناني مقتل أربعة من عناصره من بينهم قائد ميداني كبير عقب عملية اغتيال نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي جنوب لبنان وأوضحت مصادر لبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدافت بالصواريخ في قرية جويا جنوب لبنان منزلا كان يضم أحد القادة العسكريين للحزب وهو قائد بالمنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي مشيرة إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل القيادي العسكري مع ثلاثة آخرين كانوا برفقته كما أكدت المصادر إصابة عدد آخر خلال الغارة من جانبها أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية أن القيادي بحزب الله الذي تم اغتياله هو أكبر قائد يتم اغتياله منذ بداية التصعيد بين الجانبين أعلن الجيش الأمريكي أنه دمر منصتين لإطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة تسيطر عليها قوات الحوثي باليمن وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أن المنصتان شكلتا تهديداً وشيكاً على القوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية التي تعبر المنطقة مشددة على أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات التي تحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً انتهى موجزة التاسعة وعودة لاستكمال بقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل